بناء على تعليمات السيد الوزير بعمل حملة مكبرة على مستوى الجمهورية تضم جميع زباط وأفراد الإدارة العامة لشرطة الكهرباء فقمنا بالحملة على جميع أنحاء الجمهورية والحملة دي لمدة 15 يوم إلى جانب ساعتك كمان أن الحملة دي لما تنتهي بيبقى في حملات تانية مستمرة يعني إحنا في حملات بصفة دايما يعني مش الحملة دي فقط فإحنا في الحملة دي لمدة 15 يوم بدأ ساعتك من 7-9-2014 حتى أمس جبنا ساعتك 35835 ميونة على سرق الكهرباء يعني جبنا فيهم العدد الكبير للضغط من سرق الكهرباء طبعا القضايا دي بتساعد على أن بتقلل كمية الكهرباء المفقودة اللي بيستولى عليها بعض الأشخاص اللي تقوم بسرقة الطيار الكهربائي سيدة اللواء الطبيعي عندنا في مصر أن سرقة الطيار الكهربائي حوالي 10% من القيمة المنتجة من الكهرباء هذه العشرة في المية زادت في الفترة الأخيرة وإلا بعد هذه السرقات أصبحت الزيادة تقريبا عشرة في المية لا أنا عاوز أوضح لساعتك أن الفاقد تقريبا عشرة في المية بس مش لسرقة الطيار بس يا فندم الفاقد لثلاث أشياء أول حاجة عدم تحصيل الفواتير من المحصلين دي نسبتها تقريبا 3% أو 3.5% إلى جانب فقد في الأسلاك الكهربائية دي برضو بنسبتها 3.5% أو 3% وسرقة الطيار 3.5% تقريبا سرقة الطيار 3.5% ممكن حضرتك يا فندم تشرح لي إيه هي ظواهر سرقة الطيار بالأمثلة أو أزوهر سرقة الطيار ساعتك بتختلف من مكان لمكان فمثلا إحنا شفنا في بعض المحلات الكبيرة وإحنا في الحملة بتاعتنا إن بعض المحلات بتقوم عمل عمل زرار في المحل بحيث إن هي تقفل عن العداد يبقى الكهرباء منورة جمعها برا العداد العداد ما بيعدش دي نوع من أنواع سرقة الطيار وفيه نوع تاني بييجي على فازة من العداد ويخفها بحيث إن العداد ما يعدش بكامل طاقته يعني بيعدي بنص طاقته أو تلتين طاقته دي كلها زوهر من زوهر الطيار وفيه طبعا السرقة المباشرة اللي بتيجي من الأعمدة على طول أو من الطيار المباشرة على طول بتدخل على المحل أو على المصنع أو على المنزل للسرقة وبعض الأشخاص بييجي مثلا لو عنده تكيف أو تكيفين بيعملها طيار مباشر بعيد عن العداد وطبعا ده كله إحنا معنا الفنين ممتاز أنا كنت أفكر إن المسألة كلها متعلقة بالسرقات المباشرة يعني اللي ممكن أن يتم النظر فيها أو إن احنا نشوفها بعينينا زي أكشاك زي محلات أو أكشاك الفكهة أو أكشاك اللي بتبيع العصائر والمياه الغازية إلى آخره دي زوهر بتؤدي لسرقة الطيار طيب انتم بتعملوا إيه يا فندم علشان السرقات غير المباشرة يعني هل تكفي بين قوسين الحملات اللي بتقوموا بيها لإعادة ضبط هذا الأمر سواء كان في محلات أو في عقارات أنا أحب أطمئ ساعتك يا يا كافية والدليل على كده إن أنا ساعتك من 1-3-2014 لـ 31-8-2014 يعني مسافة 6 شهور إحنا زبطنا 749-1783 جونح السرق الطيار ست شهور 700 كان لفندم تاني بعد إحنا يعني ده وقع ضخق 749-783 749-783 سرق الطيار ما بين سرقات مباشرة ولا مباشرة وغير مباشرة آه لا ساعتك جميع أنواع السرقات جميع أنواع السرقات يعني جميع أنواع السرقات ساعتك تمام ساعتك